الناس اليوم او كثير او بعض الناس اليوم عندنا في السودان وفي غيره في شهر ربيع الاول يحتفل الناس بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم تمام في الآيام الاولى الاثناثر يوم الاولى من شهر ربيع الاول وزيادة شوية ناز بزيدوه وناز بنقصوه المهم طيب هذا الاحتفال لو سألت اي هزول منهم وبقول لك صادق ما بكضب قل لك يا اخي هذا الاحتفال نحن بنعمل محبة في النبي صلى الله عليه وسلم وتقييم لهذه الذكرى وان ميلاد ده ميلاد افضل بشر كون ميلاد افضل بشر صحيح ما في شك وكون واجب نحب النبي صلى الله عليه وسلم ما في شك وكون نحن نفرح بمبعثه مهم احتفالنا بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم هل يعتبر من جملة العبادات ولا ما عبادة يعني حاجة ساعة لا شك اي زول لو سألته قلت له يا اخي الاحتفال ده انت بترجو منه اجر يعني دار الله يديك اجر قلت لك كيف يا امو والله لا 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 لابد ده وانا دار اجر وانا بعبر عن حبي للنبي صلى الله عليه وسلم لو ايوه اذا كان عبادة النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد معنا الكلام ده شنو يعني انت لو عملت لك حاجة النبي ما امر بيه مردودة عليه اها يبقى السؤال نسأل نفسنا يا اخواننا الشيذا لو سنة والله ما ضد الاحتفال بس اللي يبقى سنة يعني حلاوة تلمون لدي في ذو البيابة حلاوة سمحة فولية سمسمية وكده سمحة جدا ما في ذو البيابة ونتلو السيرة وكده ونعمل الحاجات المباحة كلها ما في ذو البيابة دي لكن يبقى بس سؤال واحد اذا كان هو عبادة هل سبقنا عليه والنبي صلى الله عليه وسلم ولا لا اتعارف لو سألت الجمعة المحتفلين ذاته قولك بصراحة يا مولانا لا النبي ما عمل طيب ما عمل الصحابة من بعده مع انه نحن الليلة ما في واحد مننا بيقدر يقول والله نحن بنحب النبي ده اكتر من الصحابة لا 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 والله كذب والله كذب اديك مثال في يوم احد النبي عليه الصلاة والسلام فر من جنبه كثير من الناس وقتل جنبه كثير من الناس من الصحابة وحاصروا عشرة من المشركين عشرة او مش عشرة معاوا عشرة من الصحابة من الانصار ومعاهم طلحة وحاصروا كتيبة من المشركين كتيبة كاملة جو هاج ميلا عن نبي صلى الله عليه وسلم بيقدر بقول الصحابة المعاوا والانصار ده ومعاهم طلحة طلحة من المهاجرين قال من يدفعهم عنا وله الجنة طلحة قال لانا النبي صلى الله عليه وسلم قال له اخر لا ما ينتم ادخر واحد من الانصار قال انا قال لا مشي قاتلهم قتلوه الثاني قاتل قتلوه العشرة ماتل فضل مع النبي صلى الله عليه وسلم طلحة من عبيد الله التيمي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم واحد مشرك اسمه ابن قمئة وواحد اخو مصعب ابن عمير جدعوه يحير من بعيد دخلت السنة بتاعة الطاقية في وجنة النبي صلى الله عليه وسلم وتكسر السنة الربائية الصغيرة المرة اربعة الصغيرة دي وتكسرت والدم ماشي من وشن النبي صلى الله عليه وسلم وتشرتت شفة السفلاء النبي عليه الصلاة والسلام بيقى الحركة صعبة عليهم اتخيل معاين طلحة شايله في كتفه وطالع بين فوق في الجبل يرفع مسافة ويرجع يكاتل ديلك يرجعهم كلهم وتاني يشيله يطلع بمسافة فوق وتاني يرجع يكاتل ديلك برو بكاتل في كتيبة كويس عنده بناته اتنين امه يصحاق وعائشة بنات طلحة قالا جرح ابونا يوم احد اربعا وعشرين جرحا عليك الله السمين لنا بيقدر يساو كلام زي دمونه تشيل النبي في ظهرك ها وتنجرح اربع وعشرين جرحا وما تنزلوا والله ان احنا من الجرحا اللي نفكه نجارين يا ناس دان احنا ما بنقدر عليه بعد ده كله واحد من المشركين هاجم النبي صلى الله عليه وسلم بيساف طلحة صدت سافة يده تقدر تصوص سافة يدك ساف لحد ما اتقطعت يده اليمين دي كلها تشلت يده اليمين لما نجو في زمن علي ابن ابي طالب اول زول بايع علي ابن ابي طالب طلحة بايعوا في واحدين منافغين قالوا طلحة ما بنقبل بيعته لانه يده مشلولة فالعلماء قال لهم ما بالكم بيد شلت من اجل الرسول الله صلى الله عليه وسلم الشيء دا احنا ما بنقدر عليه والله دا ما بنقدر عليه والله نص ما بنقدر عليه والله دا اهيتك انحكوا لك حكاية احتمال النوم غلبك القلق لغلبك مع دي اخوان مع محبته للنبي صلى الله عليه وسلم دي كلها مات النبي صلى الله عليه وسلم وانتغل إلى الرفيق الأعلى بين أيديهم ودفنوا بأيديهم ورجعوا ما احتفلوا بميلاده ولا بموته ولا بمبعثه لحد ما مات الصحابة كلهم رضي الله عنهم وأرضاه يخواننا نحن الليلة لما نيجي زوري تغضغ على عاطفتنا لا شك إنه أي مؤمن عاطفت للنبي صلى الله عليه وسلم عظيمة وإنت لو مابت حب النبي تما مسلم لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين ماء في من مميحب النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما حبنا له يا أخوانا نلتمس السنة السنة الصحابة بحبوا حب? ما تتخيل لما مات النبي صلى الله عليه وسلم خرج بلال فأدخل إلى المدينة ستة شهور ما رجع بلال إلى المدينة أهرى يكسن قال أنس ابن مالك لما دفنوا النبي صلى الله عليه وسلم ورجعوا سألت فاطمة قالت كيف رضيت نفوسكم أن تحسوا أن تحسوا الترابة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنس رضي الله عنه والله لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء ظلمت الدنيا قدامهم سيدة عيشة قالت رأيت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي رسول الله كأنه معزى مطيرة في حش يعني بس كأنه شنو البهايما اللي نزل العلوم مطرة يتفرقوا ده كده وده هنا ما يدروا ما يقولوا من عظم محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب شال السيف وقف قال من قال إن محمداً مات قطعت رأسه بالسيف والله قالك تعرسه وما بكضب يا أخواننا كده أسألوا نفسكم سؤال بس سؤال منطقي هل هؤلاء يتركون تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم هل هؤلاء ممن يتركون تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وما يحتفل بيه أبداً والله لو كان التعبير عن المحبة بالاحتفال الصحابة ما بخلوا لنا وبرجونا له ذكر في بعض الآثار أن خباب رضي الله عنه أسره المشركون أسره الكفار وقالوا له نحن بنفكك لكن تقول كلمة واحدة قالوا له تمنى مش مش حاجة بجد تمنى بس قلوا له اتمنى لو أنه محمد في محلك أنت ده والسيف هذا ما أريد أنه له لو اتمنى تلقوا مني يا دي بنفكك تخيل جاشنا يعني لو يجينا دين نحن عادي بقول له هتفكر من السيف خلاص أمشي بل في الشريعة بجوزة أقوله ما بلسانك ما بقلبك تقول لها بلسانك وتتخلص من الموت قال لهم والله ما أحب أني سالم في بيتي ويشاك النبي صلى الله عليه وسلم بشوكة فأنشد حسار بن سابت رضي الله عنه قال أسرت قريش مسلما فمضى بلا وجل إلى السياف قالوا أيرضيك أنك سالم ولك النبي فدا من الإتلاف قال كلا لا سلمت من الردى ويصاب أنف محمد برعافي أسألكم من الله ما أقول الناس يحبوا النبي صلى الله عليه وسلم زيدة يتركوا الاحتفال بيه لو كان من السنة أمداً ما ممكن إذن من هنا نفهم كون النبي صلى الله عليه وسلم ما عملوا ولا أمر بيه والصحابة ما عملوا ولا يعرف عنهم بل الأئمة الأربعة من أئمة الإسلام أول نبو حنيفة النعمار بن ثابت الكوفي رحمة الله تعالى عليه في القرن الثاني وعاش في القرن الأول والثاني محتفل بعده طوالي الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رضي الله عنه عاش في القرن الثاني محتفل بعده طوالي الإمام الشافعي محمد بن إدريس القرشي رضي الله عنه محتفل آخر الأئمة الأربعة الإمام أحمد بن حنبل الشيباني في بغداد محتفل ديال كلهم بيننوا بين النبي صلى الله عليه وسلم زي بينك تاوبين جدك فرقت النبي بيننوا الفرقة بيننوا بين النبي زي أنت وجدك بس أحسن أنت مثلا يسمك محمد علي أحمد ها الطاهر شفت الطاهر ده بالنبي صلى الله عليه وسلم الفرقة بيننوا وبين النبي صلى الله عليه وسلم مع قرب العهد بالنبوة مع إمامتهم في الدين أئمة الإسلام محتفلوا الاحتفال ده جاء بلنا الفاطمين أدبع بعبيد القداح ديال اللي عاقب واحد من العلماء لأنه أسنع للصحابة وترد علي بكر وعمر عاقبوه سلخو حي جاءبه حي قوله أنت بتقوله بكر رضي الله عنه سلخوه حي لأنه مشيع روافق فاطمية سلخ جلده ديال حد ما مات ديال اللي جاء بلنا الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم إذن يا أخوانا نقول بعبارة وحدة لو كان خيرا لسبقنا إليه الأعلام والمرضيون من سلف الأمة صحابة ومن التابعين طيب أختم كلامي بالإجابة على مسألتين أو وحدة بعض الناس يقول لك مما يدل على مشروعية الاحتفال إنه النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن يوم الاثنين وده اليوم اللي ولد فيه واللي مات فيه بالمناسبة بل المؤرخون قالوا الصحيح إنه اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول هو يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم عشان كده قال الفاكهان المالكي من العلماء المالكية قال الحق لو كان بجوز الحق قال اليوم ده الناس تحزن فيه مش تحتفل فيه لأنه ده اليوم الثابت يوم الوفاء أما يوم الولادة يوم متفق عليه مختلف فيه بعضهم يقول يوم تمانية بعضهم يقول يوم اتناشر بعضهم يقول يوم كم عشرين مختلف فيه يوم الولادة أما المؤكد يوم الموت شكرا قال لو مشروع الأولى قال يكون الحزن مش الاحتفال المهم بعض الناس يقول لك النبي عليه الصلاة والسلام سأله عن يوم الاثنين فقال هذا يوم ولدت فيه عشان كده بصوم طيب الناس يقول لك بما إنه النبي صلى الله عليه وسلم كان من السنة عنده يصوم يوم الاثنين لأنه ولد فيه إذن نحن برضو بنحتفي اليوم الاثنين نقول لا ده كده غلط ليه لأنه نبي صلى الله عليه وسلم كان شنو بصوم بصوم طيب الآن لو زول قال يا أخواننا أنا بس دار أعمل زين نبي صلى الله عليه وسلم دار أصوم نقول له ما في مشكلة طوال يصوم لأنه من السنة بس لكن خلي بالك الصيام ما بيكون يوم الاثنين وحدة اللي هي بس الاثنين اللي بتقع يوم اتناشر أو اللي بتقع في شهر الربيع الأول لا 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 أنت لو در تصوم تصوم أي اثنين أو أغلبة أو اللي بتقدر عليهم تمام يا أخواننا شكرا يبقى الإجابة على الحديث ذلك ليس في هذا الحديث إنه مشروع للناس أن يحتفلوا ويقيموا الاحتفالات في مثل هذا اليوم مسألة أخرى الناس يقول لك يا أخي نحن عارفين أن هذا بدعة عارفين بدعة حتى المحتفلين ذات نقول لك عارفين بدعة لكن دين من باب البدعة الحسنة والدين فيه بدعة حسنة كذا نقول يا أخواننا البدعة الحسنة عند العلماء حتى اللي بيقولوا بوجود البدعة الحسنة قالوا هي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ثم ترك الناس بيقول ما بيعملوا لا يسبب من الأسباب يتناسوا يتجاهلوا يجيزوا لي يحيي تاني من جديد يحيي من جديد دي سما السنة الحسنة أو بعبارة عند بعض العلماء البدعة الحسنة بشرطه شنو عند جميع العلماء يكون عمل النبي صلى الله عليه وسلم الشاهد عليها قالوا مسألة التراويح التراويح صلى النبي صلى الله عليه وسلم اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث في رواية لما الصحابة تجمعوا اليوم الرابع ما طلع عليهم ما طلع فأي ذو الصلى ليحاله أي ذو صلى بحاله ورجعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيال لهم قال لهم إنما خشيتوا أن تفرض عليكم لأنه الزمان زمن تشريع لو جوا طوال بيجوا 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 انتظم قد تفرض عليهم ولو فرضت تبقى صعبة يا أخوانا الآن الناس لو كنتم يتحافظت على صلاة العيشة ما قصروا تبقى عليهم فائضة كما صلاة التراويح صعبة النبي صلى الله عليه وسلم كله طراويح جماعة ما في تاني جاء هدو بكر الصديق كله وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنه أول خلافة عمر كله ما في بعد ذاك عمر الخطاب لقى الناس بيصلوا مجموعات رجل يصلي بمجموعة رجل يصلي ليحاله براو كده فرأى عمر الخطاب لأنه بعد ذا ما في تشريع تاني يعني ما بتفرض تاني خلاص العلة زالت فقام جماع طوال على أبي بن كعب وقيل معه تميم الدار الأئمة وبيقول يصلوا بالناس جميعا فنظلوا عمر الخطاب وقال نعمة البدعة طيب يا أخوانا سؤال هل في زمن الرسول كانت ما في كل كل النبي ما عمله لا عمله إذن دي ما بيدعه لكن لما تركت وجزل جدد من جديد عمر الخطاب رضي الله عنه من باب اللغة سمى بيدعه لكنه في الأصل شنو ما بيدعه إذن الخلاصة نقول إن الاحتفال يا أخوانا ليس من السنة وآخر ما أختم به لو كان الاحتفال من السنة يا أخوانا لو كان من السنة فليس بهذه الطريقة حتى لو من السنة لأنه لو سألت نفسك سؤال ونحن الآن عايشين الواقع أمشي خشي لك أقرب ساحة من ساحات الاحتفال وعاين للناس موسيغة شغالة نسامة بريات وحتى الكلمات البتقال في المدح كلمات خطأ وبعضها كلمات شركية يا من ألوذ به ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي إن من جوذك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم الكلام دا كلام دا غلوم صحيح نحن بنقول لا لا النبي صلى الله عليه وسلم من علوم علم الدنيا والآخرة لا لا يا أخي كل شيء دا هو ما اختص به الله تبارك وتعالى قلت يا أخواننا خلاصة الكلام بعد ما بينا أن الاحتفال ليس من السنة وأنه بدعة والناس يتفقوا معاك أن هذا من البدعة قلنا لو كان يا أخواننا من السنة لو كان كافتراض لو كان من السنة فلا يكون الاحتفال بهذه الصورة اللي بنشوفاني حين الليلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يا أخواننا لو رأى هذه الاحتفالات ماذا تتوقع أن يكون جوابه عنها أو جوابه عنها يعني لا لا لو دخل النبي صلى الله عليه وسلم ساحة من ساحات الاحتفال سيكون تعليقه شنو هل حيرضى اجتماع الرجال والنساء في مكان واحد هل حيرضى بإنه يحتفل به بالموسيقى التي حرمها في أكثر من عشر حديث هل حيرضى إنه يحتفل به بالشرك اللي حاربوا طيلة حياته يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها وابن عباس كان عند الموت قالت عائشة وكان يطرح خميصة له على وجهه عنده قطعة ببيل الله في الموية شيء نزل بال حمى ويضعها على وجهه ويقول إن يقول ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد لاحظة الكلام ده في سكرات الموت ما ممكن يا أخواننا نجي الليلة نحن احتفالا بالنبي صلى الله عليه وسلم ننشد قصائد هذه القصائد ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ويحارب في وقت حياته أو هذه المعاني اللي فيها ما ممكن ألا يجي الاحتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك بناديهم يعني بنادي غير الله بناديهم في كل قضية بناديهم حيين ميتين بناديهم غلط النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سألت فاسأل فاسأل الله ما قل لك نادي فلان ولا نادي فلان ولا قل لك ما دين هنا مع إنه ما في عظم منه في البشر ما في عظم منه ما قال نادي هنا اجزال يقول في الليل الهادي بنادي سيادي جملة وفراد يناديهم بالجملة كلهم وناديهم فرادة كمان واحد 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 يناديهم وربنا سبحانه وتعالى يقول واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي ذاه دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون يا اخواننا معقول نحن لو احتفلنا بالنبي صلى الله عليه وسلم نحتفل باشياء منعه اشياء محرمة شوف النبي صلى الله عليه وسلم يوم من الايام جاتوا جارية شتعرف ان الشعر ده ما كله كويس ما كله كويس جاتوا جارية تمدح فيه قصيدة قصيدة طويلة وفينا نبي وفينا نبي المدح في اصل ما فيه مشكلة لو كلام صح ما في مشكلة قول امدح النبي صلى الله عليه وسلم بابيات جميلة وطيبة ما في مشكلة لكن قامت قالت شنو قالت وفينا نبي يعلم ما في غد اها هل النبي صلى الله عليه وقول كده لا لا قالت لا لا تقولي هذا ده ما تقوليه وقولي ما كنت تقولين قالت فانه لا يعلم ما في غد الى الله المعلم ما في غد هو ربنا سبحانه وتعالى شكده اخواننا نكرر وقول انه لو كان الاحتفال جائز ما بجزلنا نغلو في النبي صلى الله عليه وسلم الغلو يعني شنو يعني نحن نديو شيء من خصايص الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني الاطراء الغلو الزيادة قال لا تطروني كما اطرط النصارى ابن مريم انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله عبد الله ورسوله لكن الليلة الناس واحد يقول لك والنبي علم الغير ظاهر باطن والشيوخ يعلم الغير ظاهر وباطن وده كل اخواننا من الغلط ما بجوز اذا نحن اعظم اعظم شيء نمسك في قوي مما ترك لنا النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد الصافي ده يا اخواننا البدخين الجنة بعدين بعد رحمة الله سبحانه وتعالى الجنة بالتوحيد رجل يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى برجل يوم القيامة له قال فتعرضه تسعة وتسعين سجل من دوله سجلات كده دي كلها زنوب بتقال حسنات تسعة وتسعين والسجل الواحد مد البصر قدروا ما يحاين كده لاسه ما انتهى السجل بتاعه زنوب كلها دي احا يسألوه يقول له تنكر من ذلك شيئا تنكر حاجة من الزنوب دي ولا دي حقتك يقول له حقتك يقول له ما بنكر ولا حاجة طيب يقول له انك عندنا لا تظلم ظلم مافي جيبوا سجلات وخطها في كفة بتاعة ميزانه ويجيبوا بطاقة بس عنده بطاقة تانية يخطوه في الكفة التانية بتاعت الميزان العبد دي استغرب ذاته يقول يا ربي ما تغني هذه البطاقة مع هذه السجلات يخمع اقول يا اخ يخ بطاقة واحدة وبجاي سجلات تسعة وتسعين مد البصر هتسوه شنو النبي صلى الله عليه وسلم قال لما وضعت البطاقة قال رجحت البطاقة وطاشة السجلات بكتدقل منها وفيها لا اله الا الله لكن خلي بالك لا اله الا الله على حقيقته مش انا اقوله بلساني وعمل ضدها ما انا لا اله الا الله من معانيه انه انا اتوكل على انه صح طيب لما نجي انا اقول لا اله الا الله في نفس الوقت انا لا بس لي ورق من العين ورق للرزق ورق للجنة ورق من العارض كده هل انا متوكل على الله لا ليه لانه لو متوكل على الله ما بعلق حاجة لان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلق تميمه فقد اشرك اشرك ريه لانه بيقى متوكل على شنو على الورقة ما على الله وبالتالي اخوانا افقد احنا اعظم ما عندنا ونكون كده وصلنا الى ختام هذه الكلمة او المحاضرة